أيضاً بالإضافة إلى ذلك كان هناك التفكير في ربط سيناء مع العالم وإنه مش فقط الربط مع مصر وده الحقيقة كان من خلال الزواج الممر الملاحي لقناة سويس المواني البحرية والجفة اللي تم تنميتها وأيضاً المطارات اللي بتشهد طفرة هائلة في سيناء ويمكن هنا الصورة المهمة البليغة جداً على قناة سويس الجديدة الفرق ما بين 2014 ل2023 والموضوع ده أثير ونوقش وتقال هل كان هناك ضرورة لهذا المشروع أعتقد الإجابة ببساطة شديدة أن نحن نشوف النهاردة المقارنة ما بين إرادات قناة سويس في 2015 وأقدر أقول لحضركم في 2016 مع اللي بقت وصلت لها النهاردة أن نحن تقريباً قفزنا من 5 مليار إلى 8 مليار وإن شاء الله السنة دي إحنا متوقعين أنه سيبقى فيه طفرة أخرى في أعمالية الإرادات لكن الأهم وده لازم اللي إحنا نأخذ بالنا منه إحنا من خلال هذا المشروع الاستراتيجي اللي كان واجه به فخامة الرئيس إنه ينفس في سنة واحدة أهم شيء إن إحنا أكدنا مكانة قناة سويس كممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة ودي كانت نقطة مهمة جداً لازم نأخذ بالنا منها وأعتقد فريق وسامة ربيع يعي هذا الكلام كانت يعني زمن التراكي اللي هو بيحصل في الرحلات كان بيبقى أيام عشان القول اللي بيتحرك من الشمال للجنوب ويستنى اللي جاي من الجنوب للشمال النهاردة بقينا بنتكلم في أقل من عشر ساعات دي فرق كبير جداً في حركة وحجم الحويات اللي بقيت تتنقل في هذه القناة اللي مكننا النهاردة إنها تبقى فعلاً بحق أحد أهم شرايين التنمية على مستوى العالم المطارات إحنا بيتعمل يعني الحقيقة غير المطارات الجديدة اللي بتتعمل زي مطار البردويل الدولي ولكن كل مطارات الحقيقة سينة بيتعمل لها تنمية كاملة من خلال الثور اللي حراكم شايفينها ده مطار البردويل الدولي اللي بالكامل عشان يخدم شمال سيناء ولكن أيضاً طبعاً مطار شرم الشيخ اللي حصل ليه طفرة هائلة مع التزامن مع صدافة الكوب 27 والمطارات الطابة والطور كل دي مطارات تم تطويرها وآخر مطار اللي بيتم تطويره وينتهي إن شاء الله هذا العام مطار سانت كاترين عشان يخدم عملية التنمية الصحية الضخمة اللي بتتعمل النهاردة لمنطقة سانت كاترين وده حيبقى صورة المطار إن شاء الله بنهاية هذا العام حنكون إن شاء الله جاهزين لافتتاحه لكن أيضاً المواني البحرية والجفة عندنا خمس مواني بحرية وجفة تم تنفذها وتطويرها ميناء شرق بورسعيد البحري العريش النهاردة بيتحول إلى ميناء على أعلى مستوى الأنطرة شرق البري ميناء نوابع البحري وميناء طابة البري بتكلفة تجاوزة الـ 44 مليار جنيه الصورة دي يا فندم ميناء شرق بورسعيد في 2014 إنما النهاردة أنا بتكلم هنا على الجزء الفقط الشرقي دي كانت الصورة في 2014 النهاردة حجم التنمية اللي قدام حضراتكم في 22 دي الصورة أو 23 النهاردة بتوري قد إيه التنمية الكبيرة مع الاستثمارات اللي ضختها الدولة مش فقط في زيادة ساعة الميناء ولكن في البناطق الأخرى التنموية وتأهيل المنطقة الصناعية خلف الميناء عشان تبقى إطار متكامل لعملية تنمية الجزء الشمالي من المنطقة الاقتصادية لقناة سويس وده شكل طبعا حجم بقت حاويات والتجارة اللي بقت موجودة في هذا الميناء الكبير النهاردة مع كل هذه المواني ميناء نوابع البحري النهاردة تم تنمية وتطويره بتكلفة 350 مليون جنيه عندنا ميناء العريش اللي وجه فخامة الرئيس بتحويله فعلا أيضا لميناء من المواني المحورية على مستوى البحر المتوسط وميناء يبقى دولي إن شاء الله وبيتعمل فقط بيتحول بين ميناء بسيط للصيادين إلى ميناء متكامل بتكلفة النهاردة تتجاوز الأربعة مليار جنيه المواني البرية ده شكل الميناء طابة البري بعد تطويره وكل دي الحقيقة مشروعات كلها بهدف ربط سيناء سواء بمصر أو بالعالم زي ما قلت لحضراتكم في مجال البنية التحتية الحقيقة اللي اتعامل في سيناء وبحق هو إنشاء كامل لبنية تحتية متطورة وده كله بغرض استعاب الزيادة السكانية الكبيرة اللي بتواجه مصر وأيضا استعاب الاستثمارات اللي احنا كلنا النهاردة بنخطط وبننفذها في مصر